اعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الألمي أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم اليوم وإحنا بالفصل الرابع قد نرسم منحنيات الدوال المثلثية يعني ساين الكو ساين التان الكو تان خلنتعلم شلون نرسم واحدة واحدة نجي الآن رسم منحني جيب الزاوية واي يساوي ساين اكس ما دام رسم عندك إحداثي سيني إحداثي صادي خلنجي نشوف الإحداثي السيني أشوف تعلم شون ترسمه من الآن تعلم شون تتعامل مع الرسم شون يكون عندك الرسم لاحظ هذا الإحداثي السيني وهذا الإحداثي الصادي خليك أنت على جهة اليسار دائما تشتغل دائما خلي شغلك على جهة اليمين أفوا بهذا الشكل لاحظ الآن أريد خلنا نتذكر الزاوية خلنا نتذكر الزاوية شون نشتغل أدنا الزاوية هنا شغل صفر هنا تسعين هنا مية وثمانين باي هنا ثلاثة باي على ثنين وهنا ثلاثمائة وستين درجة اللي هي ثنين باي فنجي راح نكتب هنا الآن شوف نكتب هنا هذي الزاوية هذي أول واحدة هي الصفر بعدها تسعين أدنى بعد التسعين يعني باي على ثنين شوف صفر تسعين مية وثمانين هذي المية وثمانين باي هذي ميتين وسبعين هنا ثلاثة باي على ثنين وهذي ثنين باي وهكذا نقدر نرسمها بعد أكثر بعد أكثر نطولها بعد أكثر وتنتهي بالأخير خلنا نشوف الآن قبلها وعندك دائما نتعلم بالسين والكوسين سين أي عدد يجرب بالحاسبة سين أي عدد الضربة يطلع لك بين الواحد وبين السالب واحد ماكو أكثر بين الذكر بين الواحد والسالب واحد مدى مالتها بين السالب واحد هذا هو السالب واحد هذا هو السالب واحد وهذا هو الواحد إذا نتعلم لما تريد ترسم دائماً أي دالة تريد ترسمها أولاً دورتها هي رح تصير ثنين باي هاي الدورة الكاملة سميها دورة كاملة إلى هنا دورة كاملة الوراها تتكرر نفسها الدورة الكاملة هي ثنين باي لما تجي تريد ترسم لاحظ شوي خلن نرفعها هذي واحد لما تريد ترسم نجي الآن ساين نتذكرها ساين التسعين واحدة واحدة خلن نذكرها شلون نوجدها وشلون نتعامل وياها بالنسبة إلى الساين تعلم ساين شوف ساين طبعاً ساين الصفر عندي وساين التسعين باي على اثنين وساين الباي مية وثمانين وساين ثلاثة باي على اثنين بهذا الشكل هذه هي دورة كاملة إلى ثلاثة باي على اثنين والساين الصفر هو نفسه الاثنين باي وساين الاثنين باي إذا تريد اثنين باي شي ساوي نركز ويايا ركز خلن نذكر عمودي وأفقي الطريقة السهلة الساين بحرف الآي عمودي والصفر ما بي طابقين طابق واحد صفر ما بي باي على اثنين ما بي على فهذا عمودي وهذا أفقي اختلفة وشغيد الناتج صفر إذا النقطة طلعت لك الزاوية أول شي الأكس هذا صفر والواي صفر هذه النقطة الأولى طلعت لي هنا هذه النقطة الأولى صفر صفر النقطة الثانية شوف هذه النقاط خلينا هنا النقاط مالتها ساين البي على 2 هذا عمودي وهذا طابقين عمودي تفقه وشغيد واحد إذن باي على 2 بواحد ساين البي على 2 واحد هذا البي على 2 أنا إذا أرسم الساين البي على 2 إشغيد هنا يكون واحد بهذا الشكل هذه النقطة الأخرى هذه عبارة عن باي على 2 بواحد بعد نجي للبي الساين عمودي والبي أفقي ما بي طابقين أفقي وهذا عمودي اختلفوا إشغيد الناتج صفر إذن باي بصفر شوف شون رسمناها باي بصفر هذا البي والصفر هنا الموقع هذا هو البي والصفر هذه النقطة ما بيها ارتفاع صفر هذا ارتفاعات هذا النقطة 3 باي على 2 الساين عمودي و3 باي على 2 طابقين فوق جوا بسط ومقام عمودي وهذا عمودي اتفقوا واحد زين اي طريقة حافظ بما بما انه جوا صاير بالرسمة جوا شوفها جولت لهاي 3 باي على 2 فشتكون سالب واحد دائما سالب واحد دائما اذا البي الساين باي على الساين هذي اللي هي 3 باي على 2 بال x وبال y هذا x وهذا y وبال y ادنش قيد الواحد سالب واحد هذي النقطة بعد ساين ل2 باي الساين عمودي وال2 باي افقين ناتج قيد صفر اختلف صفر اذا 2 باي والصفر هذي هي 2 باي 2 باي والصفر هذي كدورة بهذا الشكل الان نوصل بيناتهم شوف رح نوصل بيناتهم ركزوا ايا منحنات كلها شايفين التخطيط ماط القلب بالضبط هي هذي الساين بالضبط هو هذا الساين والكوساين بهذا الشكل بهذا الشكل هذا اول دورة الدورة الكاملة كمناها الى الاثنين باي دورتها شوف اعلى شيء اعلى رقم واحد بالساين اكس واقر رقم سالب واحد لكن الساين يظهر بعدد لا يكبر ويظهر رح نشوف بعد شوية ونفس الشيء رح يتكرر نفس الرسم شوف رح يتكرر هذا نفس الرسم هذا يتكرر ايضا التكملة يكون بهذا الشكل هذا رسمة الساين بهذا الشكل وهكذا يسير شوف مثل الموجة يتكمل مثل الموجة بهذا الشكل اذا هذي هي رسمة الساين هذي رسمة الساين تخليها بالك بهذا الشكل ولا تأقدها على نفسك لا تأقدها على نفسك اكو امور رح نكتبها الان اراوك ياش نحتاجها الدورة وهذه الامور كلها شون تفاهم اياها طبعا الدورة الكاملة هنا 2 الدورة 2 تكملها تتكمل 2 نفس الرسم يكون وبهذا الاتجاه ايضا لذلك رح تكون بهذا الشكل تخلي بالك الساين يبدأ من الصفر رسمته يعني هاي حتى طريقة تحفظ بها الساين والكوساين لأي زاوية يعني لأي زاوية حتى لو تكمل البي على اثنين واحد هاي النتيجة الرياضيات الواي يعني النتيجة هاي النتائج هذا الواي ساين البي ما تحرك من مكانه صفر ساين 3 البي على اثنين وين ناتجه سالب واحد يعني لو تحفظ هذه الرسمة بس بس هذه الرسمة تقدر تطلع الساين والكوساين مثلا اريد ساين الاثنين باي هذا الاثنين باي اكو بيرتفاع هادي سالب واحد بالسال هاي ناتجه اريد ساين البي صفر ما تحرك من مكان هالنقطة اريد البي على اثنين وين الرسمة فوقها بينما هنا الرسمة تمر بيها هنا الرسمة وين فوق اشجاد تعادل واحد اذا ساين البي على اثنين واحد ساين الصفر ايضا هالشكل اريدك يعني انت مو قلة تحفظ هادي طريقة عمودي ممكن هذا الرسم تسوي الرسم هذا تحفظ وينتهي الموضوع مات تعالوا خلي نشوف نكمل ايش ادنى بعد شغلات بهذا الموضوع هس ايش راح نسوي طلاب راح هذا نمسح طبعا ونكمل الرسمة نشوف ها حتى نفهم الدورات وشون تكمل الرسمة مالتهم راكز ويا ايا اريدكيش تنتبه عليها انتباه هذي راح نكمل الدورات مالت حتى نشوف ايش قيد ادنى مشت شوية ننزلها حتى تكون اوضح شوف كمناها الرسمة بهذا الشكل نجي نشوف الان هذا الاحداث ال اكس ركز ويا راح نجي نكمل هس احنا لو تلاحظ دمضي في تسعين تسعين هاي تسعين تسعين ور تسعين وتسعين مية وثمائن تسعين ميتين وسبعين وتسعين تلاثمائة وستين ضيف بعد تسعين باي على اثنين هذي حتى تكون هنا النقطة يعني ثنين باي زائد باي على اثنين اريدك تعرف شون ترسم حتى وتساوي هنا اثنين هذا في هذا زائد هذا اثنين في اثنين باي اربعة باي زائد باي خمسة باي على اثنين اذا هذه النقطة خمسة باي على اثنين بعد ضيف تسعين لها ضيف باي على اثنين وتساوي من شوف هنا صار ادي اثنين خمسة باي و باي ستة باي ستة باي على اثنين ثلاثة باي اذا وراح النقطة ثلاثة باي وراح عندي ضيف باي على اثنين 2 في 3Pi زائد Pi 2 في 3Pi 6Pi زائد Pi 7Pi على 2 هذه هنا 7Pi على 2 وهكذا ضيف Pi على 2 وبقى ضيف إلى أن 1 2 3 شوف فدني نشم 1 2 3 وهذه 1 2 3 4 5 هنا عدنا 1 2 3 4 5 مثلها خليها هنا 2 وهكذا متوحد المقامات 7Pi زائد Pi 8Pi على 2 بها 4Pi ومبيفلها زائد Pi على 2 فش صير 2 في 4Pi ثمانية Pi زائد Pi 9Pi على 2 ما نحتاجها يمكن هي هذي كافي خلي نشوفها ضيفنا هنا 91 2 7Pi على وراها شقد يجينا 4Pi هنا 4Pi هاي كافي 4Pi حتى تسيطر علي هنا حفظهم لتبقى ضيف بالانتحان أو بالتشتغل 5Pi على 2 3Pi 7Pi على 2 4Pi شوف هنا 3Pi 4Pi هنا 5Pi على 2 فردي وراها بقى 7Pi على 2 يكمل الرسم بهذا الشكل لاحظ راح نكمل الرسم الارتفاع شوف هذه راح ترتفع فوق شوف شوف انت راح تكمل حتى لا تنسى هنا تخلي بهذا الشكل النقطة مالتك شوف راح تمشي تخلي النقطة مالتك هنا تعلم راح تمشي إذن هذه النقطة راح تمشي بعد إذن هذه النقطة هذن يخلني مسحة كلهم هذن يخلني مسحة كلهم راح تمشي قلنا هنا وصلت راح تنزل إلى السالب واحد هنا راح تصعد هنا آخر شي كافيه إذن شوف شور راح ترسمها بهذا الشكل هذا هو رسمناه شوف اتكرر هذا الرسم لاحظ 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 اتكرر هذا الرسم نفسه هنا نفسه اتكرر يعني هذا الرسم الرسمناه أول واحد هذا نفسه هذا هنا وهذا ثاني واحد اجهنا نفسه تكمله إليه يعني اثنيناتهم هذولة اجوي نفس الرسم صار تكرر صار نفس الرسم إذا نفس الرسم يعني هذه أصبحت دورة هذه وحدة هذه أصبحت دورة هذه تسمى الدورة إشقيد الدورة مننا لهنا كل شيء يعني هاي دورتها كلها شوفها كلها رح ترجع مرة ثانية كلها ترجع مرة ثانية يعني هذه شوف هذه ترجع مرة ثانية تتكرر وهكذا تصير بهذا شكل ومنها إذن الدورة الوحدة هو نفس الرسم هذه الدورة الوحدة إشقيد الدورة الوحدة اثنين باي إذن مفاهيم معينة إذن الدورة هي قلنا إشقيد عليها تساوي اثنين باي أكد دورة عرفناها شون من الرسم تنعاد بهذا الشكل التردد مفهوم آخر هو واحد على دورة الدالة يعني واحد على اثنين باي وجدناها السعة أكو التردد وأكو السعة التردد واحد على الدورة بس نشوف الدورة تتكرر ها هي السعة هي أكبر قيمة ناقص أقل قيمة إذن السعة تبدأ من جهة اليسار اليسار مننا أكبر قيمة أكبر قيمة شغلت طرعتنا الي هو الواحد أقل قيمة سالب واحد واحد ناقص سالب واحد هاي السعة على اثنين على اثنين وتساوي والسالب في السالب موجب ويساوي اثنين على اثنين وتساوي واحد هذه هي السعة هذه المفاهيم التردد السعة والدورة وهم شيء الدورة نبدأ بها نطلع التردد بعدين السعة أكبر قيمة بالواي بالواي أكبر قيمة على أصغر قيمة بهذا الشكل اقدرنا نتعامل الآن مع هذا الرسم خلنشوف الآن خلناخذ مثال آخر ونشوف شون بالأمثلة العادية شون نتعامل وياها بس انتبه أريدك تركز الآن على شيء إنه الساين يبدأ من الصفر بهذا الشكل الكوساين بعدين رح تأخذها يبدأ من الواحد يعني هذا دائما نتعلمه الساين يبدأ من الصفر أعلى قيمة واحد وأقل قيمة سالب واحد للساين والكوساين بالحاسبة أروح بالحاسبة أغرب ساين خمس ملايين ومادرش قد رح يطلع لك 0.0.0 إما بالموجب أو بالسالب أعلى قيمة هو الواحد ساين التسعين وأقل قيمة هو السالب واحد ساين الميتين وسبعين خلي ننتقل إلى المثال ونشوف شون رح نتعامل وياها المثال قدنا الآن بالمثال هذا الأول ارسم بيان الدالة ويساوينا أربعة ساين أكس ومن الرسم جد الدورة التردد الجيم السعة أريدك تخلي ببالك رقم أربعة وربعين ساين رقم أربعة وربعين حتى ترسم لازم تكون هذا الشكل ساين شكل هذا ليش أربعة وأربعين أربعة وأربعين جاية من أربعة في دعش أربعة وربعين أربعة مستقيمات أفقية ودعش وحدة عمودية من البداية تحسب واحد شوفها اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش لأنه أنت لازم تطلع دورتين دورة الوحدة فنجي الآن أول شي رح نخلي الزاوية أكس هذه أكس شنو الزاوية لقد نخل نذكرها الزاوية طبعا أكس وهنا ساين الأكس النقرفة وهنا أربعة ساين أكس ويريد أربعة ساين أكس يعني نأخذ النقطة الأولى والأخيرة هذه نريد الأكس الأكس هي النقاط النعرفها نذكرها زين النقاط النعرفها خذ نكتبها النقطة أدنى الزاوية اللي هي الصفر والتسعين باي على ثنين والباي مية وثمانين والثلاثمية وستين ثلاثة باي على ثنين ونرجع والثنين باي هذه الدورة الأولى بعدين نذكر نضيف لها باي على ثنين تذكر عدنا تشوف شوف حتى ما تنساها شوف هنا باي شوف بين واحدة واحدة صفر باي ثنين باي ثلاثة باي أربعة باي بهذا الشكل تعلّمها شوف صفر باي ثنين باي تمشوا يا هذي باي ثنين باي هذاني نعرفهن باي ثنين باي تترك مسافة شوف باي تركنا ثنين باي تركنا ثلاثة باي تركنا ثلاثة πي على 2 فردي شوفنا 1 πي على 2 ثلاثة πي على 2 اهنا 5 πي على 2 فردي اهنا 7 πي على 2 و بس اول اربعة هذاني انه نعرف ان اول خمسة يتكررن اول اربعة الوراء هيتكررن خلينا نشوف الآن نجي ساين الصفر قلنا صفر وساين πي على 2 واحد وسين الباي الصفر وسين ثلاثة باي على اثنين سالب واحد بهذا الشكل وسين الاثنين باي رح يتكرر هنا سين الاثنين صفر شوفوا صفر هنا واحد نفسه تكرر ورا صفر ورا سالب واحد واخر واحد شقيت صفر يرجع شوف دورة الكاملة صفر واحد صفر سالب واحد هسا هينو عرفهم ذلك بعدين اثنين باي تكررت صفر نفسها صفر بعدين واحد هذا تشيلها وتخلي هناك بعدين الصفر بعدين السالب واحد وراها اخر واحد ترجع مرة ثانية صفر لما يكملن ترجع صفر هنا اريد اضرب يقول لك الاربعة اضربها بالسين اربعة في صفر صفر اريد هسا هذا وهذا لان انا هذا شغلي اكس والاربعة سين اكس انا السين اكس مجرد مساعد يساعد لان اريد الاربعة سين اكس لا اريد السين اكس شوف السؤال ارسم الاربعة سين اكس هذا الواي هذا الواي يعني بالرياضيات يعني النقطة صفر صفر نجي الان اهنا اربعة في واحد اربعة اربعة في صفر صفر اضربها اربعة في السين شوف اربعة في السين هذا السين اربعة في سالب واحد سالب اربعة اربعة في صفر صفر اربعة في واحد اربعة اربعة في صفر صفر اربعة في سالب واحد سالب اربعة اربعة في صفر صفر بهذا الشكل إذن هس رح أجي هذا وهذا أنا أريد أرسم هذا وهذا خلي نشوف هذا نفسه نعرفه إحنا لكن هذه الارتفاعات خلي نجي إشلون نرسم هذه هذا شو رح نرسمه ركز بياي نفس الشيء تعلمنا تعلمنا إنه إشلون نرسم نرسم هذا الإحداث السيني اللي هو الكبير بهذا الشكل نخلي وهذا هو الإحداث الصادي خلي صاد إلا صادي بهذا الشكل إذن هذا إحداث السيني وهذا هو الإحداث الصادي بهذا الشكل لاحظ الآن الكل وياي لاحظ الآن الكل نبدأ الآن نخلي إش عدنا أول شي الصفر هذه الصفر بعدين الباي على 2 بعدين الباي بعدين 3 باي على 2 بعدين 2 باي شوفوا يا هذا نبشي 2 باي وراها خمسة باي على اثنين وراها ثلاثة باي وراها سبعة باي على اثنين البعدها أربعة باي وأعلى رقم عندي بالناتج بالواي طبعاً عندي الأربعة إذن عندي هنا الأربعة شوف هذا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه هي الأربعة وهذه سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة وأصغر رقم شقيد سالب أربعة أكبر رقم طلعنا بالواي بالواي الناتج هو واي وأصغر رقم أربعة نبدأ بشوف أنا شقيت لك السينين مين تبدأ حتى لتدوخ نفسك تبدأ منا من هذا من الصفر السين وعلى نقطة هنا شوف شون يجي شوف 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 وراها نذكر ينزل وراها يكون عند السالب أربعة هنا شوف وراها يصعد وبهذا الشكل وراها ينزل هنا ويستمر إلى ما لا نهاية منا أو منا بهذا الشكل لاحظ وين تتكرر الشكل هل هذا أول واحد من الصفر إلى الباي متكرر وراها ينزل جوه فلو تلاحظ هذا الشكل هو الدي يتكرر منا إلى هنا هذا دا يتكرر نفسه هذا هذا يتكرر نفسه هذا فتنتبه شلون هذا دا يتكرر شوفه نفسه هنا يعني اثنيناتهم وهذا نفسه هنا شوفهم نفسهم تكرروا هنا يجمع تكررات فإذا عرفنا الدورة الوحدة الدورة الواحدة الدورة هي ثمين طاي إذن هو شي يريد من عندي هسه خلي نشوف شهر سمنا السؤال بهذا الشكل إذن أنت بس تخلي هذن النتائج تشوف هنا نفس الرسم الساين هو ما يتغير بس تشوف إش قد كان قبل واحد هنا أنا مضروب فيه أربعة فأعلى شيء أربعة وأصغر شيء سالب أربعة ونفس الرسمة الرسمة القديمة خلي نشوف رسمة الساين إلى الواحد شوفها إلى الواحد أعلى شيء شوف باللون الأخمر راح أرسمها وراها هنا وراها إلى السالب واحد هنا وراها هنا الساين الأصلي الساين هذا الأصلي ذه رسمه أعلى شيء واحد وأقل شيء سالب واحد هذا أقل شيء هنا بهذا الشكل شوفها بهذا الشكل يروح هذه هي الرسمة القديمة أعلى شيء أهم شيء واحد وأصغر شيء سالب واحد ما يطلع عنهن أما هذا أعلى شيء أربعة لأنظره بتبع أربعة شوف شون فرق بيناتهم تلاحظ الفرق أيدك تركز على هذه شون صار الفرق تصعد تنزل نفس الرسمة هسا الدورة الوحدة الدورة هي باي اثنين باي الدورة التي تريد من عندي الدورة تساوي اثنين باي دعني نشوف بعد شيء يريد من عندنا يريد من عندي التردد 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 وتساوي واحد على الدورة وتساوي واحد على اثنين باي بعد يريد من عندي جيم السعة السعة خلنا أخذها من اليسار لليمين حتى جيم يلا خلنا نبعدها هذه خليها هنا رجعها وجيم السعة 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 تساوي أعلى أعلى عدد بالأعلى قيمة أعلى قيمة ناقص أقل قيمة أعلى قيمة من هي الأربعة أعلى قيمة الأربعة ناقص أقل قيمة سالب شوفها هي سالب أربعة سالب أربعة على اثنين أعلى قيمة ناقصا أقل قيمة على اثنين فتصير أربعة سالب في السالب موجب أربعة على اثنين وتساوي أن أربعة زائد أربعة اثنين ثمانية على اثنين تساوي أربعة السعة فعلا السعة كل واحدة من الرسمة هذه سعتها أربعة بهذا الشكل إذن كان هذا السؤال فتتذكر حتى ترسم هذه الجدول يحتاج لك الرقم أربعة واربعين يعني أربع مستقيمات بالأرض ودعش مستقيم بهذا الشكل متعامدات بهذا الشكل وننتقل الآن إلى الكوسين نشوف شو رح نصرف قويا تعالوا طلاب على هذا المثال يقول ارسم بيان الدالة ويساوي ساين اثنين اكس وعين السعة والتردد والدورة انتبه هنا ساين اثنين اكس انت لما تبدأ ترسم شو تخلي اكس مثل قبل السؤال السؤال اش خلينا تتذكر نبدأ خلينا اكس ورا الاكس اش يجي انوسقها من اكس ابدأ من الزاوية وراها ساين الاكس وراها توسقها اربعة ساين اكس كلها الان اش عندي ساين اثنين اكس نعم بديت بالاكس لاحظ بديت بالاكس بديت بالاكس لاحظ الكل وياي بدينا بالاكس اوكي وراها اكمل ورا الاكس شاك ويمها اقرب شيء نبدأ من الاكس اثنين اكس وراها ساين اثنين اكس شوف ساين اثنين اكس اذا تبدأ بالاكس الصغيرة دائما وراها تكبرها الاكس اللي تعلمنا عليها احنا هذا مو ساين اكس هذا ساين اثنين اكس زاوية قاعد تتضاعف فانت لازم تصغر ارقامك لان هو دا يكبرها انت تصغرها حتى تقدر تشتغل يعني انت لما تعوض الصفر هنا مو احنا نعوضها شكل والباي على اثنين والباي وثلاثة باي على اثنين والاثنين باي وهكذا فلما نجي ناخذ اثنين اكس يعني اثنين في صفر صفر اثنين في باي على اثنين باي واثنين في باي اثنين باي واثنين في ثلاثة باي على اثنين ثلاثة باي لما تجد رسمها ساين الصفر صفر ساين الباي هذا اني مو عموديات كل هن افقيات مو عموديات مو اثنين باي او ثلاثة باي على اثنين ماكو على اثنين فكل هن افقيات يعتبران وساين اي افقي صفر هايش راح يطلع يطلع كلها صفارة ما كويش شي فتبدأ انت تفكر زين هو كبرها للزاوية باعفها خلاها كبيرة الزاوية باعفها كانت اكس جنا ناخد نبدأ من صفر وراها التسعين هسه بدل التسعين احنا هو يكبر لما يكبر هو احنا شوية نظغر الارقام التسعين ناخد نصها اللي هي خمسة واربعين خلا نبدأ بالخمسة واربعين باعي على اربع شوف صفر هنا اول واحد يخذنا الصفر استادها هاي دائما تبدأ بالصفر اوكي وراها هو سواها ضعف الاكس يعني الباعي على اثنين ضعفها باعي فاحنا حتى نتخلص من هاي حالة الصفارة فبدل الضعف احنا بالعكس النص ناخد فاش رح نسوي رح ناخد باعي نص التسعين افوا باعي على اربعة حتى تقدر تاخد الثلاثين الستين هادان الزوايا المشهورة المعروفة الزوايا الاسناد الزوايا الخاصة باعي على اربعين وبعدين الباعي على اثنين التسعين ورا التسعين ضيفلها بعد خمسة واربعين خمسة واربعين تشتغل خمسة واربعين خمسة واربعين شوف خليتها شقيدة هنا المسافة خمسة واربعين يعني باعي على اربعة ضفنا لها خمسة واربعين كلها الصفر ضفنا لها hilfente اشرحين صارد خمسة واربعين خمسة واربعين صارت تسعين التسعين نضيفلها خمسة واربعين تواحد المقامات اربعة على اثنين اثنين في باي اثنين باي زائد باي ثلاثة باي على اربعة شوفوا هكذا ثلاثة باي على اربعة نضيفلها بعد خمسة واربعين ثلاثة باي على اربعة زائد باي على اربعة شوف تصير اربعة باي على اربعة اللي هي باي نصير أربعة باي على أربعة اللي هي باي أوكي وفيفلها بعد خمسة وأربعين بفيفلها بعد باي على أربعة خليتها لإضافات باي قبل شوية كانت بالسين أكس العادية في التسعين تسعين لما ضعفت ضعفتها أين الصفة من يمي هو يكبر أنا أصدرها حتى أقدر أطلع نتائج أقدر أطلع رسم خلي نشوف فباي على أربعة وهكذا ضفنا باي على أربعة باي على أربعة نصف تسعين فهنا أربعة باي على أربعة زائدا صير خمسة باي على أربعة وهكذا خمسة باي على أربعة وهكذا نستمر 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 ونشوف احنا بياربوع كل هذه الأمور لازم نتأكد منها نجي الآن راح نضرب إذا خل نستمر خمسة باي على أربعة امضيف لها امضيف لها باي على أربعة تصير ستة باي على أربعة يعني ثلاثة باي وهكذا ده تشوف عندك صفر ده تشوف هنا باي على اثنين ثلاثة باي على أربعة بعدين رجع باي بعدين خمسة باي على أربعة بعدين ثلاثة باي وهكذا نستمر امضيف خمسة خمسة باي وهكذا امضيف لها بعد يلا خلنا نضيف على أربعة قلنا ستة على أربعة يعني تلاثة ستة على أربعة لا عفوا مو تلاثة الستة على أربعة يعني اللي هي مو إشكال خليها ستة باي آني أريدها ستة باي على أربعة حتى نقدر نقلع حاجة قيمتها بالضبط راح تكون اللي هي راح تكون ثلاثة باي على ثمين نفسها شوف شون اختصرناها اختصرها احنا بعدين ضيفلها باي على اربعة زائدا باي على اربعة بتصير سبعة باي على اربعة سبعة باي على اربعة خليتها التحرك مو مثل ذيجا تسعين تسعين لان شانت زاء اكس احنا نقلل خمسة واربعين خمسة واربعين احنا ننزل اكثر زائدا باي على اربعة تصير ثمانية باي على اربعة يعني ثمين باي خلي نشوف الان اش قيد راح يطلع لي الناتج اذا بربناها بثمين ركز بيايا اثنين في صفر اثنين في باي على اربعة باي على اثنين اثنين في باي على اثنين باي اثنين في تلاثة باي على اربعة تلاثة باي على اثنين اثنين في باي اثنين باي وهكذا اثنين في خمسة باي على اربعة خمسة باي على اثنين 2 في 3π على 2 3π 2 في 7π على 4 7π على 2 وهكذا 2 في 2π تصير 4π خلنجي نرسم العدنة نجي نطلع ناتجهم أول شي سين الصفر سين التسعين أنا أريد هذه سين اثنين أكس سين التسعين واحد سين المية وثمانين هذا أفقي صفر سين 3π على 2 سالب واحد سين الاثنين باي سين الاثنين باي سين الاثنين باي سين الاثنين باي صفر وسين 5π على 2 يعني 5 في 45 5 في 5 واربعين ركز وياي هذا شوية يحتاج لها هنا 3π على 2 هنا 5π على 2 أفواً 5 في 90 5 في باي على 2 اللي هي رح تكون 5 في 90 طبعاً إذا أنت تخلص من الدورات رح تشوف شغيد عندك تكون وتساوينا نرجع مرة أخرى شوف رجعنا الصفر وراحة شغيد رح تكون 5π على 2 يعني واحد وراحة صفر وراحة شغيد وراحة سالب وراحد وراحة نرجع مرة ثانية إلى الصفر بهذا الشكل إذن أول أربعة توجدهم مثل ما تعلمت صفر واحد صفر سالب واحد وراها صفر واحد صفر سالب واحد يبدو أن الدورة الواحدة الآن في حالة 2x sign 3π على 2 3π على 2 الدورة الواحدة نجي الآن نطلع الناتج خلنا نشوف شو رح نرسمها طبعاً ونشوف شو نتعامل وياها هذا المسحة خلنا نشوف الرسم تعلمنا لما ناخذ رسم بهذا الشكل نرسمه ونطلع هنا هذا الواي وهذا هو الأكس وخلنا نشوف الزوايا قلنا 2x لنحن نتعامل وياها مو الزاوية عندنا العادية طبعاً خلنا نجي على أول شيء الأصليات نجي عليهم الصفر هي هاي متعارف عليه وراها pi على 2 وراها pi وراها 3 pi على 2 وراها 2 pi على 2 pi وخلنا نشوف عدنا وراها 3 pi وراها ما أقدر نكملها بهذا خلنا نشوف شو سيصير عدنا نجي الآن النقطة الأولى 0 و 0 نطيها لون متخصص بيها خليها لون الأزرق 0 0 هادي 0 0 وراها لما pi على 4 يجينا pi على 4 لما تعوض pi على 4 احنا pi على 4 بين 90 وبين 45 اججيد pi على 4 اججيد الارتفاع احنا قلنا ارتفاع 1 واقو سالب 1 اقصر ارتفاع للسين والكوسين استاذ داك هشلون لعد 4 هذاك سين مفروب في 4 اي كبر اما السين داخله شتعوض بي بين السالب 1 وال 1 هسا جيد هذي النقطة pi على 4 و 1 بهذا الشكل بعدين الصفر بعدين ايش عندي عندي pi على 2 والصفر هاي pi على 2 اججيد ناتجها الصفر هاي القوضنا هذن القوضنا هذن 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 القوضنا وهذا ناتج لما تعوض هذا طلع هذا الناتج هذا لما طلعنا بال2 اكس طلع لهذا الناتج هذا الناتج يعني بالضبط هذا ال اكس وهذا هو ال y نجي الآن 3 pi على 4 هنا ثلاث 3 pi على 4 135 هذن 3 pi على 4 اججيد عندي سالب واحد هنا وراها pi اججيد ناتجها صفر بهذا الشكل خلنرسم اول رسم هذي وراها شعندي بيناتهم 5 pi على 4 5 pi على 4 اججيد ناتجها واحد هنا وال 3 pi على 2 ناتجها اججيد صفر و 7 pi على 4 هذي 7 pi على 4 اججيد ناتجها سالب واحد وال 2 pi اججيد ناتجها صفر لاحظ هذا رح يتكرر اذا الرسم تكرر ورح يتكرر يبقى يسير بهذا الشكل الى المال اذا هذه اتكررت نفسها هذه اذا نشجد الدورة هنا pi الدورة pi شوفها استاذ هذا الرسم معقد نعم معقد لانه x هي اللي تحركت فتبدأ تعوض الصفر وال pi قللتها شوف 2 x قللتها زين استاذ اذا قال 3 x قللت تقللها ابدأ بالpi على 6 ابدأ بالpi على 6 بالزاوية 30 بدل 45 هالشكل ابدأ قلل كل ما يكبر انت تقلل اقل شي عندك 30 وحتى لو تبدأ 30 بس التعبك تصير هوا هنا فنبدأ الان اريد الدورة الدورة ش الساوي انه تساوي pi التردد تساوي التردد عندك pi على واحد على الدورة ويساوي واحد على pi نجي الان الى السعة السعة تساوي اعلى قيمة اش قد عندك اعلى قيمة واحد ناقصا اقل قيمة سالب واحد على اثنين وتساوي سالب في السالب مجب واحد زائد واحد على اثنين ويساوي اثنين على اثنين شي ساوي واحد بهذا الشكل فطلاب بالنسبة لهذا هو رسمة البيانية لرسمة ساين اثنين اكس اتمنى انفهمتو حتى الدرس القادم ان شاء الله ادخل بالكوساين اثنين اكس كوساين الكوساين رح ناخذه الكوساين عفوا مو الا اثنين اكس اي كوساين وبعدين التان والكوتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته